اي فيفا كوين افضل ارخص موقع لبالكوين سريب التسليم ويدعم اللغة العربية ومضمون من الباند والتصفير وبتعامل معه انا شخصيا الرابط كود الخصم موجودين تحت بالدسكريبشن السلام عليكم في الحال موكس ريجي ما زمان فيديو جاي بقناة مسلسلة ابرز انتقالات سوق الانتقالات الشتوية الحلقة رقم 3 من هذه السلسلة وتقريبا ستكون الحلقة الاخيرة فتمنى قبل ما نبدأ دعمك بزر لك تشترك بالقناة دماغك بشترك طبعا هي السلسلة بتتضمن ابرز الانتقالات اللي تمت بسوق الانتقالات الشتوية لعام 2018 واللي طبعا قد اغلق سوق الانتقالات حاليا فبسم الله نبدأ من الصفقة الاول عنه واللي هو انتقال اللعب ياري ميناء النادي برشلون طبعا انتم بشكل رسمي انتقال اللعب من النادي بالميرس البرازيلي النادي برشلون الاسباني مقابل مبلغ 11.8 مليون يورو يعني حوالي 12 مليون يورو اللعب يعتبر من اللعبين جدا ممتازين وما زال عمره 23 سنة بس طوله 195 سنتيمتر يعتبر يعني اطول اللعب بالفريق هو وجرارت بيكيه فاللاعب يعني اكيد رح ينفع لدي برشلون بشكل كبير بالرأسيات لان برشلون يعني شفنا ما بيلعب رأسيات بشكل كبير يعني خاصة انه المهاجمين عنده ما يعتبروا اللعبين لطوال متل اللعبين ريال مدريد يعني عندك ريال مدريد كريستان ورانالد وبنزيما وجاريث بيل الثلاثة اللعبين يعتبروا طوال لكن برشلون سوارز يعني اقصر حتى من اقصر واحد عند ريال مدريد يعني سوارز يمكن طوله حوالي 183 ميسي طوله بحدود 168 فما بيلعبوا رأسيات بشكل كبير يعني ما في غير بيكيه ويمكن بولينيو وشوي بوسكيتس لكن مع هاد اللعب اكيد رح تصير يعني برشلون الرأسيات عنده الشكل افضل بكتير فما لعب هاد الموسم الا مباريتان يعني لغاية الام مع نادي برشلون معدل اطع الكرة عنده 1.2 وللأسف يعني لغاية الان ما نزلت له بطاقة بلاعبة فيفا فبنتمنى انه تنزله بطاقة وتكون هيك بطاقة ممتازة خاصة طب انه مع اللعب يعني انه عمره صغير فاكيد رح يضل مع برشلون الرأسيات عنده مواسم قادمة ويتمنى يقدم اداء جدا ممتاز فهذا بالنسبة للخبر الاول ننتقل على الخبر اللي بعد عنه واللي هو انتقال لعب اندري ايو الى نادي سوانزي سيتي طبعا تبشك الرسمي انتقال لعب من نادي وست هام يونيتد الانجليزي الى نادي سوانزي سيتي مقابل مبلغ 22.8 مليون يورو مبلغ يعتبر غالي صراحة مثل هيك لعب لعب ما يعتبر هاللعب الممتاز يعني لعب اداءه عادي جدا تقدر تقول طبعا سابقا هو لعب لسوانزي سيتي واشترا منه نادي وست هام وحاليا رجع لنادي سوانزي سيتي مرة تانية فاللعب البلغ من العمر 28 عام وطوله 176 سنتيمتر لعب 25 مباراة هاد الموسم سجل 6 اهداف وصنع هدفين حصائيات عادية تعتبر بالنسبة للعب لكن هاد الموسم كان اغلب وعم يلعب كلعب كام مو كجناح يمين فتلت نجوم مهارات وتلت نجوم قدم ضايفة ويتمنى ان يقدم الاداء الممتاز مع نادي سوانزي سيتي خاصة مع اداءه سيئ جدا هاد الموسم فهذا من نسبة لهذا الخبر ننتقل على الخبر اللي بعد عنه ولو انتقال لعب اسلام سليماني الى نادي نيوكاس اليونيتد طبعا تمشك الرسمي انتقال للعب من نادي ليستر سيتي الانجليزي الى نادي نيوكاس اليونيتد ايضا الانجليزي بصفقة اعارة لنهاية الموسم فاللعب البالغ من العمر 29 عام وطوله 188 سنتيمتر يعتبر من اللعبين جدا ممتازين مع فتره مع سبورت انجليش بونا كانت الصراحة افضل من فتره مع ليستر سيتي بمراحل فاللعب هاد الموسم 17 مباراة سجل 5 اهداف وصلنا هدفين يعني احصائياته اعتبر جيدة وعن ما بتقدر تقول يعني انه شارك بسبع اهداف من 17 مباراة لا يعتبر شي جيد لكن اكيد ما هالاحصائيات يعني الممتازة فنجمتين مهارات وثلاثة ونجمب قدم ضعيفة نتمنى كل التوفيق للعب برفقة نادي نيوكاس اليونيتد وخاصة انه نادي نيوكاس عندهم مدرب يعني جيد جدا اه اللي هو رافايل بنتيز اخد دور الابطال مع نادي ليفربول وعمل شوية شغل مع ريال مدريد لكن اقيل ايضا من اول موسم اليه فبتمنى انه يقدم اداء ممتاز وهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد هنا واللي هو انتقال لعب امريك لابورتي الى نادي ماشستر سيتي طبعا تمشك الرسمي انتقال لعب من نادي اتليتكو بالباو والنادي الباسكي الى نادي ماشستر سيتي الانجليزي مقابل مبلغ 65 مليون يورو يعني الدفاع السيتي حاليا سعره يمكن بحدود 250 مليون يورو الدفاع بس هذا غير خط الوسط والهجوم فاللعب البالغ من العمر 23 عام وطوله 191 سنتيمتر من بداية مسيرته وهو بيلعب مع نادي اتليتكو بالباو من فئة الشباب لحتى النادي الاول فلعب 33 مباراة هدو الموسم بمجموع المباريات للعب مع الناديين معدل اطعال كرة عنده 1.3 احصائيات جيدة يعني تقدر تقول بالنسبة اللعب اللعب يعتبر من اللاعبين جدا ممتازين وايضا طول 191 بالنسبة للاعب قلب دفاع يعتبر شي جدا ممتاز ونجمتين مهارات ونجمتين قدم ضعيفة يعتبر حاليا تقريبا تاني اغلى مدافع بالعالم حاليا يعتبر فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل الخبر اللي بعد عنا وله انتقال لعب لوكاس مورا لنادي توتنهام هوتس بير الانجليزي طبعا تمشك رسم انتقال لعب من نادي البي اس جي الفرنسي لنادي توتنهام الانجليزي مقابل مبلغ 28.4 مليون يورو يعني حوالي 28 مليون يورو فاللاعب البلغ من الامر 25 عام وطوله 174 سنتيمتر لعب هات الموسم 8 مباريات بمجموع المباريات للعبها مع الناديين سجل هدفين وصنع هدف واحد حصائيات تعتبر عادية بالنسبة للعب واربع نجوم مهارات وثلاثة نجوم قدم ضعيفة طبعا النادي توتنهام شفنا عنده لعبين جدا ممتازين ومع لعب مثل هاد اكيد رح يصير اداءه افضل وافضل فبتمنى ان يقدم اداء ممتاز مع النادي خاصة دا مع قلة مشاركاته مع بي اس جي بسبب الهجوم الصاحق عند كومبابي ونيمار وكافاني فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل على الخبر اللي بعدها نولي وانتقال لعب كارلوس فيلا الى نادي لوس انجلس الامريكي طبعا تمشيك الرسمي انتقال لعب النادي ريال سوسيدات الى نادي لوس انجلس الامريكي مقابل مبلغ خمس ملايين مليون يورو فالمبلغ يعتبر عادي جدا صراحة بمثل هيك لعب لعب كان من لعبين جدا ممتازين فترته مع ريال سوسيدات اللي شاف اداءه بيعرف هاد الشي فاللعب البلغ من عمر 28 عام وطوله 177 سنتيمتر بيلعب بالقدم اليسرى فلعب هاد الموسم 17 مباراة سجل هدف وحيد وصنع هدف وحيد احصائيات سيئة وكارثية جدا بالنسبة للعب هاد الموسم يعني شفناه مواسم ماضية مع نادي ريال سوسيدات كانوا يقدم اداء جدا ممتاز لكن هاد الموسم اداءه يعتبر سيئ جدا صراحة فاربع نجو مهاراته نجمتين قدم ضعيفة فبتمنى ان يقدم اداء ممتاز لكن يعني بما انه راح على الدوري الامريكي فمسيرته بشكل كبير يعني تعتبر قد انتهت لانه اي لعب بروح الدوري الامريكي اكيد مرة رايح لا يتقلق هنيك اي لعب بروح يعني بكون مسيرته تعتبر انتهت متل اللي بيروحه على الدوري الصيني وهيك فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد حنه اللي هو انتقال لعب الكسي سانشيز الى نادي ماشيستير يونيتد طبعا انتهت بشكل رسمي انتقال لعب من نادي aresinal الانجليزي الى نادي ماشيستير يونيتد انجليزي فيما لم يتم الكشف حقيمة الصفقة لان الصفقة كانت تبادلية ما بين لعب هنريك مختريانة ولكسي سانشيز لكن نادي Также Mashey Enter sang friendship with collaboration through access au اهداف وصانع ست اهداف. احصائيات تعتبر جيدة الصراحة بالنسبة لالكس السانشيز. يعني شاركوا بخمسة عشر هدف من سبعة وشرين مباراة. يعني احصائيات تعتبر جيدة. ما راح نقول احصائيات ممتازة. لكن تعتبر ما لا سيئة بنفس الوقت. في اللعب اربع نجيب مهارات والتلت نجيب قدم ضعيف اللعب. يعني لعب مع ارسنل تقريبا اربع مواسم. ولاعب قبل مع نادي برشلونة. في اللعب يعتبر من اللعبين جدا ممتازين. واكيد راح يقدم اضافة جدا ضخمة بالنسبة لنادي يعني يحاول لنفس على دوري ابطال اوروبا هاي السنة. خاصة انه حاليا بدور الستاحش عنده مباراة المفروض اليوم. مع نادي يعني الساعة عشر الاربع تقريبا. المهم انه يعني اللعب يعتبر من اللعبين جدا ممتازين. يعني عندك حاليا لوكاكو. وعندك اليكسي سانشيز وغيرهم من اللعبين جدا ممتازين بنادي في بمن انه يقدم اداء ممتاز وهذا بالنسبة لهذا الخبر. ننتقل على الخبر اللي بعد عنه واللي هو انتقال اللعب فاندايك الى نادي ليفربول الانجليزي طبعا بشكل رسمي انتقال لعب من نادي ساوث هامتون الانجليزي لنادي ليفربول الانجليزي مقابل مبلغ تمانية وسبعين فاصل تمانية مليون يورو. يعني حوالي لتمانين مليون يورو كاغلى صفقة مدافع بالتاريخ. مبلغ يعتبر جدا غالي لا اي مدافع بالعالم. يعني شي جدا غالي صراحة. فاللعب البالغ من عمر ستة وعشرين عام وطوله مية وتلاتة وتسعين سنتيمتر. لهذا الموسب عشرين مباراة معدل اطع الكرة عنده اتنين فاصلة ثلاثة. يعتبر من الملافعين الجدا ممتازين معدل اطع كرة جدا مجدا ممتاز بالنسبة للعب. لكن يعني بشكل عام ما بيستاهل مبلغ تمانية مليون يورو. هذا اللاعب قلب دفاع. ما في اي قلب دفاع بالعالم يعني بيستاهل هذا المبلغ. فنجمتين ما عارضت وثلاثة نجوم قدم ضعيفة. حتى بالرغم من انتقاله ما زال لدفاع ليفربول للصراحة يعني شفنا بعدة مباراة كان سيء جدا. و يعني وتسبب بالعديد من الاخطاء اللي تلقى عليه على اثرها يعني اهداف سخيفة جدا. فبتمنى انه يحاول يورجن كلوب يطور من الدفاع ليفربول بشكل اكبر لانه الهجوم عندهم جدا ممتاز. لكن مشكلة الدفاع هي المشكلة الوحيدة عند النادي. آآ فهذا بالنسبة يعني لهذا الخبر. ننتقل للخبر اللي بعد هنا ولو انتقال لها فهد المولد الى نادي ليفانتي الاسباني طبعا انت بشكل رسمي انتقال لها من نادي الاتحاد الى نادي ليفانتي الاسباني بصفقة اعر لمدة نهاية الموسم. خطوة طبعا ما قبل النهائيات كأس العالم الفين واتمنتعش بروسيا لتطوير اللاعبين. فشفنا فهد المولد آآ شفنا سالم الدوسري وشفنا غيرهم اللاعبين يحيى الشهري راحوا على اندي اسبانية على اساس انه يطوروا من مستوىهم بشكل اكبر. فاكيد راح يكونوا من اللاعبين الاساسيين اللي راح يشاركوا بكأس العالم. فاللعب ما زال عمره تلاتة واشرين عام وطوله مية وسبعة وستين سنتيمتر. وجدير بالذكر انه هو اللي سجل هدف على المنتخب الياباني. وكان الهدف هو سبب التأهل يعني المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم الفين واتمنتعش. فاللعب يعني هاد الموسم مسجل اربع اهداف وصلنا هدفين احصائيات تعتبر جيدة الصراحة بالنسبة للعب. بالرغم من انه لغاية الان طبعا ما استدعوه نادي ليفانتي لأي مباراة. مع انه يعني شفنا عدة مباريات سهلة للنادي لكن بالرغم من هيك ما استدعوه على ولا مباراة. يعني احتمال كبير انه ما يستدعو اللاعبين السعوديين لكن بتمنى ان اللاعبين يشاركوا يعني على ارضية الملاعب الاسبانية ويكتسبوا خبرة بشكل اكبر. فهذا كان بالنسبة لهذا بالنسبة للحلقة مسلسلة اخر اخبار سوق الانتقالات الشتوية. فبس شبابيك وصلنا لهاية الفيديو. بتمنى فيديو اعجبكم. بتمنى دعمكم بزر لك. تشترك بالقناة دمك. بتمنى حاول نوصل اكبر عدد ممكن من لايكات على هاي السلسلة. وان شاء الله راجع بسلاسل افضل ان شاء الله قريبا. باذن الله يعني. لكن بتمنى منكم او ادعم وتشترك بالقناة دمك. نشترك اللي عنده اي افكار يكتب لي اها تحت بالتعليقات. وان شاء الله امان الله.